اشتركوا في القناة معرفة من هو المدخل ومن هو المخاش كما تلاحظون قطب السبعة مربوط بإذن تأجيل إذن هو الذي يتلقى التيار أو جهد وبالتالي قطب السبعة هو قطب خاص بالمدخل ويسمى RB1 كيف عرفته RB1 انطلاقا من تجزيع المساري للميكرو مراقب كما تلاحظون قطب السبعة هو RB1 وقطب الثاني المستعمل هو قطب رقم 18 وموصول بقاعدة إذن قطب 18 وظيفته تحكم في المقحة إذا كان الجهد يساوي صفر المقحة ليكون مانع إذا كان الجهد يساوي خمسة المقحة ليكون مشابه ووظيفة هذه الدارة هي مؤجلة باستخدام ميكرو المراقب قطب سبعة إذن بالتأجيل وقطب 18 هو المؤجلة وينتهي زمن تأجيل عند انتهاء زمن تي نبدأ في التعليمات أول تعليمة ستارت وهي تعليمة خاصة ببداية برنامج رئيسي وتسمى كذلك بالعلامة التعليمة الثانية بيتي أف أس أس بورت بي فاصلة واحد ما معنى هذه التعليمة؟ معنى اختبر البيت الأول هذا البيت موجود في الملف أو سجل بورت بي اختبره إذا وجدته يساوي واحد منطقي أي أنه تحقق الشرق في هذه الحالة اقفز التعليمة ما معنى قفز التعليمة أي قفز سطر إذا تحققت هذه التعليمة يقفز إلى سطر بي أس أف بورت أفاصل واحد وإذا لم يتحقق الشرق وكانت مثلا ربي واحد سيو سيفر فيذهب إلى التعليمة الموالي بالشرح المفصل بي بمعنى البيت تي بمعنى تست اختبار بمعنى الملف فايل الذي هو المتعامل الذي تريد تطبق عليه هذه التعليمة اس بمعنى سكيب بمعنى تخطي أو تخطأ أو اقفز واس الثاني بمعنى ست بمعنى قيمة واحد منطقي بورت بي هو المتعامل وف واحد هو البيت رقم واحد في بورت بي إذن اختبر البيت الأول من سجل بورت بي وقفز التعليمة إذا تحقق الشرق وهو وهو رقم واحد إذا وجدته واحد منطقي اقفز التعليمة تعليمة الثالثة go to start بمعنى اذهب إلى علامة مسمى start إذا تحقق هذا السطر يعود إلى السطر الأول الذي يوجد فيه كلمة start السطر الرابع بي اس اف هي التعليمة وبورت افاصل واحد هو المتعامل بي بمعنى بيت s بمعنى set f بمعنى file ما معنى هذه معنى ضع واحد في البيت رقم واحد الموجود في بورت ا أي أنه ر ا واحد تعطيه واحد منطقي وبالتالي هنا مقحل ماذا يصبح يصبح مشبه وبالتالي تتمغنط الوشعة وبالتالي يغلق ت وهنا يبدأ زمن التأجيل إذن بي اس اف بورت افاصل واحد بمعنى اجعل مخرج ر ا واحد يساوي واحد بعدها التعليم رقم خمسة هي call t umb call temporization بمعنى نداء لبرنامج الفرع أو نداء لزمن تأجيل لماذا أضفت هذه التعليم بعد بي اس اف بورت ا يصبح المقحل مشبه ثم تأتي call t umb أي زمن تشبع المقحل نقل زمن تأجيل ثوان يبقى r a يساوي خمسة فوط مدة قدرها خمسة ثوان وcall t umb هي كذلك برنامج يحتوي على عدة اسطور يأتي اسفل برنامج الرئيسي وcall t umb تشبه 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 الحكم عندما يصفر نهاية الشوط الأول فيبدأ زمن التأجيل بعد انتهاء خمسة عشر دقيقة يرجع اللاعبون إلى الملعب ثم يصفر صافرة بداية الشوط الثاني وبداية الشوط الثاني هي نهاية الشوط الأول وهنا نسميه زمن راحة أو زمن تأجيل نذهب إلى سطر السادس سطر السادس بعد انتهاء يصبح صفر لكي يصبح المقحى المانع والوشعة تصبح غير ممغنطة والتمستيع يفتح ويعود إلى حالة الابتدائية ما هي التعليمة؟ التعليمة الأولى بي أس أف ضع واحد إذن هنا تعليمة هي بي سي أف بي بيت سي كلير أمسح أفايف بورت آ ما هي التعليمة التي أريد أن أجعلها الصفر؟ ما هو القطب الذي أريد أن أجعلها الصفر؟ هو قطب آر آ واحد هو المخرج إذن بي سي أف بورت آ فاصل واحد إذن سي امسح البيت الأول موجود في سجل بورت آ جو تو ستارت بمعنى اذهب إلى علامة مسمة بي ستارت واند هي نهاية البرنامج رئيسي سأحاكي لكم هذا البرنامج لتصلكم الفكرة في حالة الابتدائية ربي يساوي واحد وبالتالي برنامج من تعليمة ستار يذهب إلى تعليمة بي تي اف اس اس بورت بفاصل واحد فيقوم باختبار هذه التعليم في حالة كما تلاحظون تساوي صفر هل تحقق الشرط أم لا لم يتحقق الشرط وبالتالي التعليمة الثالثة مطبقة هي جو تو ستارت لأن الشرط لم يتحقق وهنا ميكرو مراقب لا يقفز تعليم عندما يذهب إلى سطر ثلث جو تو ستارت يعيده إلى سطر البداية بهذا الشكل وتبقى العملية الدورية لأن ربي واحد دائما يساوي صفر في حالة ثانية عندما يصبح المدخل ربي واحد يساوي واحد وفي هذه الحالة ماذا تلاحظون تحقق الشرط ربي واحد يساوي واحد وبالتالي تعليمة ثانية سوف نقفز لتعليمة رابعة بهذا الشكل وبالتالي تعليمة الثانية والتعليمة الثالثة التي سوف يطبقها عن ميكرو مراقب هي بي اس اف بورس اعقاص الواحد بمعنى يقول له ضع قيمة واحد في ار اعواحد وبالتالي واحد يكون هنا ويصبح المقحة المشابعة ويبدأ زمن التأجيل بعد بي اس اف بي يطبق السطر البعدي وهو كول تومبرزاسيون يبدأ زمن تأجيل بهذا الشكل يبدأ زمن التأجيل اذا كان قد او خمس ثواني يذهب الى برنامج فرعي واحد اثنين ثلاثة ربعة خمسة بعد اتيها زمن التأجيل بي يذهب الى تعليمة الموالية هي تي سي اف بورت ا فاصلة واحد اي ضع قيمة صفر للبيت الواحد لبورت ا اي ضع صفر لر ا واحد تصبح هنا صفر ويصبح المقحة المانية زوى المغناطة الوشعة ويفتح تمس وهنا انتهى زمن تأجيل بعدها ميكرو مراقب يطبق تعليم البعدي وهي رجوع الى سطر الاول لاختبار من مرة اخرى حيث يقوم ميكرو مراقب بمليون عملية اختبارية خلال واحد ثانية وذلك حسب الكوارسيس والتواطر واخت تعليمة عنده ينتهي برنامج رئيسي هي تعليمة عن نهاية برنامج رئيسي اشتركوا في القناة